بنحتفل ب150 سنة على القاهرة الخدوية وفي عز برضو مراحل التطوير وبنرجع تاني مصر لمسارها وتبقى عامل لجاذب سياحي كبير وفي نفس الوقت بنحافظ على الأبنية بتاعتنا التاريخية والأثرية ونهتم بيها أكتر ممكن بس تشرح لنا كده شوية عن مراحل التطوير الحضاري اللي احنا شغالين فيه دلوقتي سواء في مناطق وسط البلد في الألفي طلعت حرب الكربة الحياة القاهرة الخدوية احنا احتفلنا ب150 عاما على إنشاءها في شهر يوليو اللي فات وده توافق مع أكتر من 1050 سنة على إنشاء القاهرة لما إنشاءها طبعا القائد المظفر في عصر الخليفة المعزدة دي الله الفاطمي لكن القاهرة الخدوية 150 سنة فقط لأن القاهرة الخدوية أنشاء الخدوية إسماعيل سنة 1867 بعد عودته من رحلة فرنسا رحلة مشهورة طبعا تأثر بالحضارة الفرنسية والمعمار الفرنسي وجاب بعض المهندسين معاه وبدأ في إنشاء القاهرة الخدوية عشان أعرف الأسادة المشاهدين بالقاهرة الخدوية هي المنطقة الممتدة من ميدان التحرير ميدان عبدين ميدان الأبرى ميدان العتبة ميدان ربسيس ويحدها النيل في الغرب طبعا هذه المنطقة منطقة غنية جدا بالمباني التراثية والحقيقة يعني كل اللي بيزورها بيعرف قدية هي متميزة للغاية على المستوى العالمي في المعمار محافظ القاهرة ابتدت من أكتر من ثلاث سنوات الحقيقة برنامج لتطوير هذه المنطقة في عصر المهندس إبراهيم محلب لما كان رئيس الوزراء وكان الدكتور جلال سعيد هو اللي موجود محافظ القاهرة ابتدوا برنامج وأنا كملت وراهم الحقيقة مميزة